طيب معنا دلوقتي الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي الوزارة الشاورة ده تحياتي لك يا دكتور محمد. الو. دكتور محمد فوزي. ايه? ازاي حضرتك? مساء الخير يا فندي. مع حقاك كابتن وسامة حسن على قناة الاهلي. كابتن وسامة مساء الخير عليكم على كل السادة المشاهدين. يعني كده الصوت اوضح يا دكتور ولا? انا كده سامح حضرتك. طيب تمام. اه في البداية من راحب بك على قناة الاهلي وطمننا على بعثة منتخب مصر الموجودة في تونس الو. دكتور محمد. انا براحب بحضرتك مرة ثانية وكل السادة المشاهدين. يمكن سلامة لعبينا في المقام الاول هي هدفنا. وده اللي اكد عليه الدكتور اشرف صبشي وزيد شباب والرياضة. واللي بيتواصل بشكل دائم ومستمر حتى هذه اللحظة مع جميع افراد البعثة هناك. وكمان في اه تواصل مستمر وقناة اتصال متوحة بيننا وبين سفير اه مصر لدى تونس. السفير اهاب فهمي. واللي بيفضل روت كبيرة في صراحة للاهتمام بالبعثة. وكمان الاطمئنان على كافة اللعبين وتوفير كافة الاحتياجات. كمان دكتور اشرف صبشي تواصل مع وزير الرياضة التونسي واللي بيوجهه للشكر من هنا. وبيؤكد على برضو اهتمامه كبير بجميع أسراد بيعسوا وبيشكروا أيضا السلطات التونسية. ولكن خلينا أهكد لك وأفضل السادة المشاهدين أن المقام في المقام الأول هو الاهتمام والصحة بالله عجيب. ده ضروري ومهم جدا 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 يعني. نتمنى لهم الشفاء العاجل. نتمنى لهم السلامة كلهم. وإن شاء الله يا رب كده ربنا يعطي الجميع ويشكر جميع شعورنا. أكد دكتور محمد في مجودات كبيرة من ذات الشباب والرياضة وخاصة أن الدكتور أشرف صبحي خاصة بعد إعلان يعني 14 لعب من منتخب مصر شباب وإعلان إصابتهم بفيروس كورونا. دلوقتي الجديد هل هتم رجوع باسة منتخب مصر بطائرة خاصة ولا النهاردة اللعيبة فيه فيديوهات ليهم منتشر أولينا فيديوهات خاصة هنا في برنامج الأشباب وعقائلات الأهلي أن اللعيبة مصرة أنها تكمل البطولة خاصة أن ده تعب ثلاث سنين يمكن خلال المشاورات هو كان القرار عودة بطائرة لهم إن شاء الله عشان يرجعوا اللعبين وطبعا أكيد كلنا متابعين وعارفين إن لو تؤكد أنه لازم يكون هناك على الأقل الاربعتاشر خمستاشر اللعين موجودين علشان آآ يقدروا يخوضوا آآ التحدي الاتريقي كمان إحنا عايزين نأكد إن إحنا بنتابع طبعا آآ جميع اللوايح الخاصة بالاتحدي الاتريقي والمنظمة في هذا الصدد وأيضا آآ اللجنة اللجنة الصدية اللي بتؤكد أيضا على سلامة اللعبين في المقام الأول دكتور محمد ممكن حاجة بس تتحرك شوية عشان الشبكة بس تبصوت أفضل شوية كذا كوي آآ آآ أفضل آآ دكتور دعا احنا ما في ريبية ما لعبناه حتى انت في الكتابات كثيرة بسبب الثالي آآ يعني آآ متعايزين آآ يعني متعايزين برضو نأكد على صحيح اللعبين مرة تانية ولكن كلمة شوفنا جيكة المسحة اللي جاية إن شاء الله ولو العدد آآ خلاص آآ اللي هو تناسب يعني العدد المناسب لخوض المباراة آآ كان متوسر والحمد لله يعني آآ ربنا شفى عدد من اللاعبين نقدر نخوض المباراة فرد القرار هيرجع للسيد وزير السباب الرياضة مع آآ سابسة عمر الجني رئيس لجنة سمسيان اللي بيتجير اتحاد القرى وكمان التواصل مع الدكتور جمال محمد علي في تونس المرافق يعني كلام حضردك بالنسبة للمسحة التانية دي لو ظهرت سلبية ممكن العدد المنتخب مصري يستكمله البطول هناك خاصة انه لسه متبقي تلات مباراة هيتم درس الموقف يكتب سبب شكل آآ طب هل دلوقتي في نية من الدكتور أشرف صبح أخيرا يا دكتور محمد فتح باب للتحقيق خاصة نشوف من المخت والمتسبب في هذه الأزمة نحن بس أعكد بحضرتك احنا نتعايزين نحن درها أزمة ولكن خلينا نقول ان ضعيبة صلعة من مصر الحمد الله سليمة بعد اتراءات المسحات الكاملة وخلينا أعكد لك انه هناك نقطة إيجابية ومضيئة جدا الحمد لك مصر بيقام على أرضها حالية مصرات كثيرة الحمد الله ما فيك ده يرجع للدولة المصرية ويرجع لوزارة الساحة ويرجع لوزارة السباب والرياضة اللي هي بتهتم الشكل جيد جدا لتوصيل الأحداث الراضية والحفاظ على بنوك مصر أيضا حفاظ على كافة اللاعبين سواء من داخل مصر أو خارج مصر وده بيأكد لنا خدرة مصر التواصلية خلال العام المصر الاتحاد المصري كمان من خلال الاتحاد لأفريقي وينقلوا البطولة من تونس إن مصر كانت مستعدة لاستقبال البطولة في مصر ولكن الاتحاد الأفريقي رفض وللجانب التونسي فضل إن البطولة تقام في تونس الحمد لله عرفت منها مش أزمة شكرا شكرا دكتور محمد بنشكورك شكرا جزيلا